العديد من العوامل والأحداث شهدها شهر نوفمبر. وهذه العوامل والأحداث دعمت الأسواق الأمريكية في الشهر الماضي. فكيف كان داء الأسواق خلال شهر نوفمبر؟ مؤشر داون جونز ارتفع قرابة 9% وحقق أعلى مكاسب شهرية منذ أكتوبر عام 2022. وأيضا عدة أسهم تألقت. مثل سهم شوبي فاي الذي ارتفع قرابة 54% وحقق أعلى مكاسب تاريخيا بدعم من مبيعات سايبر مندي وبلاك فرايدي التي شهدناه وموسم التسوق. أيضا مؤشر سم بي فايف هندر اتفع بنسبة 9% وحقق أعلى مكاسب شهرية منذ يوليو عام 2022. سهم بوينغ أيضا شهد ارتفاع بمقدار 24% وأعلى مكاسب شهرية في عام. وذلك بعدما ترقى السهم من قبل البنكي دوتش وار بي سي. مؤشر نازدك المركب أيضا ارتفع 11% وحقق أعلى مكاسب شهرية منذ يوليو عام 2022. وذلك بدعم من سهم التكنولوجيا مايكلسوفت الذي انضم لمجلس إدارة أوبين اي اي. بعد إعادة تعيين سهم ألتمن وارتفع سهم بمقدار 12% وحقق أعلى إغلاق شهري في تاريخه. بورسة نازدك حققت مكاسب بمقدار 2 تريليون وستمائة مليار دولار. ووصلت القيمة السوقية لـ 24 تريليون وستمائة مليار دولار. أيضا بورسة نيويورك حققت مكاسب بمقدار تريليونين دولار. ووصلت القيمة السوقية إلى 33.5 تريليون دولار. بمجمل مكاسب أو قيمة السوقية وصلت إلى 4 تريليون وسبعمائة مليار دولار خلال شهر نوفمبر. وذلك بعدما حققت المؤشرات هذه الأرقام. لكن ما هي العوامل التي دعمت الأسواق الأمريكية في شهر نوفمبر؟ أولا حصار مخاوف الركود وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثالث. بمقدار 5.2 في المئة. أيضا بيانات التضخم البي سي إي وهي المفضلة للفيدرالي الأمريكي تباطعت إلى 3.5 في المئة في شهر نوفمبر من 3.7 في المئة. هذه الأرقام عززت التوقعات بأن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة في شهر مايو من العام المقبل. أيضا أمل تخفيف السياسة النقدية التشددية. وتباطع تضخم سي بي آي في شهر أكتوبر لـ 3.2 في المئة. هذه العوامل عززت التوقعات بأن يقوم الفيدرالي الأمريكي بخفض معدلات الفائدة خمس مرات في عام 2024.